Good morning my kids. How are you? Today we will learn a new letter. اليوم يا كاجي رح نتعلم حرف جديد في اللغة الإنجليزية والهو حرف حرف أج 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 لسن أج 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 جميل في عندنا بالصف هنا اسمه بيبلش بحرف الأرش مين؟ هيدر 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 أج أعلم Something It sounds It sounds sort of أج أج أحلم معنى حي م moet عج قب jap عج عج ها ها هارس هارس حصان أوكي تجي إذن هذا الحرب الحرب الأج صود ها 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 هاوس هاوس بيت هاوس معناه بيت لو كنتم نعمل حركة البيت بيت هاوس هاوس يلا كنا مع بعض هاوس بيت هاوس بيت هات قبعة هن دجاجة هورس حصان هورس حصان اجني كيجي كمان برد اليوم اتعلمنا حرف جديد وهو عندي حرف الارج حرف الارج صوته ه شو هاد الحرفة كيجي ايش هاد الحرف ارش يلا عيدوا وراك شو هاد الحرف ارش هاد الحرف ارش يلا عيدوا وراك ارش 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 صوته ها ها هاوس هاوس بيت هات قبعة هات قبعة هن دجاجة هن دجاجة هورس هصان هورس حصان هورس حصان اوكي كيجي هلا احنا تعلمنا باللغة الانجليزية في لكل حرف اوكي حرف الكابتال والسمال this is this is capitol arch this is small arch this is capitol arch this is small arch هاد الحرف عندي كامل يجي اللي هو حرف الارش صوته ها الكلمات المنضوقة منك علي هي هاوس بيت هاوس بيت هاد قبعة صوتها هاد قبعة هند دجاجة هند دجاجة هورس حصان هاوس يلا شو معنى هارس يلا کن نم stayed شو معنى هارس يكيجي هاوس اكسيران هاوس بيت هاد هاد يلا کن نمarc شو معنى هاد قبعة شو معنى هاد قبعة طي به يكيجي هند هند دجاجة اكسيران تيكيجي هاوس هاوس حصان برابي كيجي اوكي حققنا الشروط انه هذا الحرف عندي حرف الارش صوتها والكلمات اللي عندي هون ضل عندي الحفقة فعندي الشرط الاخير اللي هو كيفية كتاب الحرف احنا بدفر لغة انجليزية اكمع صدر عندي كيجي لعين عندي أربعة أصدر عندي أربعة أصدر رح شوفي كيجي we have four lines one two three and four اوكي كيجي هل انا عندي أربعة أصدر four lines عندي four lines هلا من الخطوات اللي انا رح اثباحها حتى اني اكتب حرف الارش مثلان هاي الخطوات اول خطوة عندي تركز وعندي كثير مني this is capital ولا اسمه هي كيجي اكسلانت this is capital this is capital arch هاذا الحرف عندي capital arch اوكي اوكي هلا منتعلم كيف اننا نرسم او نكتب حرف الارش how to write it كيف اننا نكتبه بالخطوات حتى بعد تسمع الخطوات رح تكون جدا سهلة عليك انكتبته اصلا سهلة هلا منتعلم السطر هنا دائما حكينا احنا عندي انا في اللغة الانجليزية اربع اسطر four lines one two three four دائما بالكابتال بكتب دائما دائما بالكابتال بكتب على اول ثلاث اسطر هلا ببلش عندي انا من السطر الاول بنزل up to down بعد على اول ثلاث اصطر شايف ها نقطة البداية لعندي السطر الثالث one two three كتبت بالطريفة هاي هاي بالنسبة عندي للخطوة الاولى الخطوة الثانية تجلبه على نفس السطر ها برجع اكتر بنزل up to down على اول ثلاث اصطر هاي الخطوة الثانية الخطوة الاخيرة انو بعمل left to right على السطر الثالث تقريبا رحكون مش اندي انا ثلاث اربع اصطر ببنش من السطر الاول للسطر الثالث ماشي بنزل خطين up to down بعدين بعمل left to right هلا برجع انا عندي هنا من الشمال لليمين هاي الخطوة الثالثة الان اصطر الان اصطر الان اصطر من خلال ثلاث خطوة الخطوة الاولى انو بمشي up to down هاي الخطوة عن نقطتي البداية بنزل برجع على نفس السطر بنزل من هون لعندي السطر ثاب ووقف على السطر بعدين left to right this is capital arch اوكي يلا رأيتهم مع ايوكيجي this is capital arch this is capital arch اوكي to right the small arch لازم انا اتفع من بداية السطر همم؟ بنزل خط لعمل السطر الثالث ماشي؟ برجع نفس الخط للسطر الثالث برجع اذا هيك للسطر الثالث this is small arch this is small arch this is small arch this is small arch اوكي يجي هلا عشان اني اكتب small arch من هون نقطة البداية عندي بنزل بنزل من الاول للسطر الثالث برجع من السطر الثالث للسطر الثالث بوقف على السطر الثاني وبعمل عشان كيف قوز هيك؟ بنزل برجعها للسطر الثالث this is small arch يلا قلنا مع بعض يا كيجي this is small arch this is capital arch this is small arch this is small this is small arch this is small arch this is small arch this is small arch okay the letter arch it's sound ha ha house house بيت هات هات قبعة هات هات دجاجا هات حصار لنحفظ الكلمات عن دولي كيجي عشان ايش رجعهم اوكي بود باي